سلام عليكم خوتي ومرحبا بكم في فيديو جديد في هذا الفيديو خوتي سنقول لكم الحكاية كاملة اللي صرحت بين ديدين كلاش والرابرز المغاربة من البداية حتى النهاية قبل ما نبدو الفيديو وما تنساش الجام ابوني اكتيفي لكلوش وكمن معنا الفيديو حتى النهاية وعطينا رأيك في التعليقات كي يكمل الفيديو وكل واحد يعطينا رأيك في التعليقات الحكاية بدأت نهار خرج الرابر المغربي ديزيدروس أغنية ايرماكس وقال فيها هنا مكاش كوديين ديدين كلاش توسوس حسبها باللي راه يقصف الأغنية تاعه كوديين بعدها ديدين كلاش راح خرج أغنية لوكا توني كلاشها فيها ديزيدروس بعدها بمدة ديدين كلاش عرف روحها باللي تسرع لأن أغنية ديزيدروس كانت مسجلة قبل عام وديزيدروس دار عليها فريستايل قبل عام شادر ديدين كلاش راح سيبريما الأغنية من اللاشان تاعه بعدها بمدة خرج ديدين كلاش أغنية كازوية اللي كلاشا فيها فئة ملي راببر اللي يسكنوا في كازا وزهاد كلاشا فيها الفردة وشرها على دي زيدروس راببر المغربي ديمو كله قلبها على كازا وخرج اغنية كازاوى إحوائية اللي خرج فيها على نطاق الراب وجبدو ديدين كلاش امور شخصية وامور عائلية اما رد اتفعل الفردة بعد اغنية كازاوية خرج اغنية دوميل ترونت ورما فيها شره على ديدين كلاش والراببر مورو اللي ينتمي لفرقة سي بي فور g skeletons اللي فيها الرابر ديمو دار اغنية وقال فيها ما نحتاجوش مكلاشو دي دين كلاش اما دي زي دروس ما كان عنده حتارد لا على اغنية لوكا توني ولا على اغنية كازاوية بعدها دي دين كلاش خرج فريستايل سيبر ساين اللي كان ايكو تريب وما نومه فيه حتا رابر وما جبد حتا رابر بالاسم رد عليها الرابر ديمو بفريستايل فيه دقيقة وقال له كما نجمت تجيب القافية كملت التراك بمبيح بلا ما ننساو ما سيطال اللي كانت عنده وقفة رجولية ورغم انه كان مكلاشي دي دين كلاش منقبل خرج اغنية كلاشة فيها الرابرز مغاربة ووقف معا دي دين كلاش والسبب اللي خلا ما سيطال يدخل مشي انها عنده حقد من جهة المغاربة لان الرابر ديمو تخل دي دين كلاش فيه امور شخصية وامور عائلية خارج مجال الراب وبعدها كان شخص مغربي تخل بين ديمو و دي دين كلاش تسامحوا وزاد تخرج دي دين كلاش اغنية قوديين كات اللي كلاشة فيها ديزي دروس الفردة وزاد رما فيها شرات على الديمو والسبب اللي خليها الكلاشي ديمو رغم انهم كانوا متسامحين هو انها الاغنية كانت مسجلة قبل ما يتسامحوا تماما كاش كيفاش يعودها قاعد من جديد ويكتبها بسبب شرة رامية على ديمو وما زال غادي يكون تعاون بين الرابر المغربي مورو والرابر دي دين كلاش وهذا التعاون نظن انه غادي يطلع شوية الرابر دي زاد باسك ليفان بتاع الرابر مورو قادي يقولوا يتبعوا الرابر الجزائري كما على بالكم المغرب وبما ان المغرب عندها شوية تطور في التجارة الالكترونية ليفان المغربة قادي يقولوا يستمعوا الرابر الجزائريين في ستريمينغ وبالتالي يطلع الرابر شوية باسك كي يقولوا يستمعوا في ستريمينغ تزيد الارباح وبالتالي نشوفوا تطور في الكليب ونشوفوا تطور في الغناء احنا نتمنوا الرابر دي يطلع وكما نتمنون رابد زيري يطلع خوتي نتمنى اي واحد رايشوف الفيديو ربي وفقه في حياته بسك باهم نكونوا واقعيين رابد يزاد ينطلع ولا ما طلعش انت ما غديش تطلع بيك كن فاهمين غدي يطلع بيك غيري لا خدمت وتعبت على روحك ودرت تتاويل هذي باهم تديروها في ريسانكم بسك تسيب في امن لي فان ترفض هدراتي على رابر كما البيروكي رابر يقول انا انا بغين رابد زيري يطلع يجي هو يرفدها كما البيروكي رابر يلا بغى رابد زيري يطلع دونك هو بغي ارباحه تزيد بغي يطور الكليب تاعه بغي يطور الخدمة تاعه مينتا كفان ومتابع للرابد الجزائري ان اصبح الرابد الجزائري في العالمية خممتش هاي الفايدة تاعك انت هاي اسكو غدي تطلع بيك اسكو لارك عايش فاقير غدي تخرج من الفقر ما غديش تخرج ضونك خمم الحاجة اللتي تطلعك انتا والحاجة اللتي تندحك انتا وحنا كما انتمنوا لي رابر يندحوا نتمنوا لكم انتوما قاعد تندحوا في حياتكم وقاعد تديروا التاويل وقاعد لي فاقير رابي يفرجح له ربي يحفظكم خوتي وما كلا تقولولين انتا ماخش بغي الرابد زيري يطلع انا بغي الرابد زيري يطلع وبغي قاعه ولاっばい unlimited مش غير رابد زيري سعما مش غير الفئات على رابر ولا الفنانين بغي أي واحد أي واحد مهما كانت صيف ذا مش غير رابر ولا فنان راكم فاهمين كما بغي الراب تزير يطلع بغي قاع ولاد بلادي يطلعوا وربي يحفظكم خوتي peace and love كان معاكم بروف راب peace